السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة مختلف علي وسط ماض موصوم بالكفر الهرتقة الابتداع وواقع سياسي مأزوم مليء بالعديد من الصراعات واقع معيشي ملتهب تعيش فيه الطائفة العلوية المذهب العلوي في عيون أهل السنة والجماعة والسلف ليس مذهبا مبتدعا فقط أوضالا تجب هدايته كما يقولون بل هو مذهب كفري كده هو مرة واحدة كفري بامتياز خارج عن الملة بل وواجب قتاله يا سلام بقى لو قتاله الديني جمد قتاله السياسي أو السياسي مع الديني أو السياسي الصالح الديني أو الديني يعني غطاء للسياس آه عند العديد من السلافيين خاص هؤلاء الذين يعتقدون أن السلافية جهاد بقتل الآخرين في آتون الحرب المستعرة التي تلت الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي كانت فرصة تاريخية لتصفية الحسابات العقائدية القديمة العميقة في التاريخ ما بين السنة وأحد أكثر الفرق الشيعية تعرضا للتكفير والتفسيق من قبل أئمة السنة عموما أو معظمهم أو غالبيتهم أو بعض كثير منهم يتهمون العلوية بأنها دين مستقل عن الإسلام بينما هم يقولون العلويون إننا طائفة شيعية إثنى عشرية جعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق ولكن معسس المذهب هو محمد بن نصير الذي كانت الميزة للإمام العسكري وهو الإمام الشيعي الحادي عشر ولهذا يلقبونهم بنصيريين عموما تكثر الأقاويل والتقاولات والاتهامات والشائعات والخزعبلات والحقائق عن العلوية والكثير المهم من تلك الاتهامات هي من أفواه أعدائهم التقليديين أو خصومهم الدينيين والسياسيين خلينا بس الأول نسمع تلك القصة عن ناشئة المذهب ثم نكمل مهم جدا العودة للجزور الأصول للأمور والأشياء أول ما توصل لجزر الشجرة تعرف فرعها هيطلع على فين فعايز أقولك إنه الزكرة الشعبية للطائفة العلوية عارفة العلويين أو دي فرصة تعرفيهم أكتر يعني بتلك القصة التي يتناقلها أبناء العلويين ويرددونها جيلا بعد جيلا أما مصرح الأحداث فمدينة حلب في سوريا في القرن السادس عشر تلك المدينة التي كانت نقطة طلاقي بين ثلاث إمبراطوريا في عثمانية في الشمال الصفوية في الشرق لها إيران دلوقتي والعثمانية طبعا تركيا دلوقتي ما بقية منها يعني والمماليك في الجنوب اللي هما كانوا في مصر والشام مع بداية امتداد الإمبراطوريا العثمانية جنوبا استخدمها المماليك نقطة تستخدمه حلب نقطة دفاع ضد الامتداد الصفوي ثم تمركز فيها ثلاثمانيون في حربهم على الصفويين والمماليك معهم يعني في الوقت ده تولى السلطان سليم الأول الحكم العثماني فبقى خليفة للإمبراطوريا العثمانية وسلطانا لها في حروبه التوسعية بقى استخدم سليم الأول مع الدولة الصفوية الشيعية فبدأ فيه صراع سياسي حربي عسكري مذهبي الرواية بقى اللي احنا متكلم عنها بتقول لنا إن سليم وصل للحكم بعد أن انقلب على أبيه بيازيد الثاني وبعد أن قام بتهميش إخواته المقطع يعني انتعرف كيف في السلطة العثمانية قانون كده أول ما السلطان يحكم يقتل كل أخواته عشان ما حدش نفسه يعني صراع على السلطة طيب انفرض بهذا الصراع وأصبح هو السلطان الأوحد تقريبا إيه علاقت برضو العلويين بالموضوع ده كله هنقوم بنتكلم على حلم هنقرف حلم بقى إيه علاقة العلويين بالإحكاة هل العلويين دي هم علاقوا بسيدنا علي؟ طبعا سؤال بديهي والإجابة المفروض تبقى أكثر بداهة لكن خليني أحكيلك لغاية ما نوصل للصورة العامة هنا احنا بكلم على حلم وصراع حوالين حلم طبعا طبيعي جدا وسط هذه الصراعات والمعارك يحصل تفاهمات وتحالفات مع جماعات محلية بتقول بقى هنا بين الإمبراطوريات دولة والجماعات اللي موجودة في حلب كل واحد عايز يجيب بقى لحد يبقى حليفه علشان يواجه به الزكرة الشعبية بتقول أن الطائفة العلوية كانت من دعمه أو من ضمن من دعمه في ذلك الوقت ماشي لكن الحقيقة من سوء حظ العلويين أن تم اتهمهم في الألاضول بالتعاطف أو التآمر مع الشيه اسماعيل حاكم الدولة الصفوية يعني هما يقال أنهم دعموا سليم وسليم رأي أنهم دعموا الدولة الصفوية ومن هنا بقى حصل تصفية قرر سليم الحاكم وسلطان دموي فاعتبرهم أعداء بيتحالفهم أعداءه فقرر تصفية الطائفة العلوية في الألاضول والقضاء على جميع أفراده وفي إحدى زيارات إلى حلب جي حلب بقى حيث تتركز الطائفة العلوية الأطلاق اللي هما أكيد اللهم اللقاء في سيدنا علي واللي هما يعني سيدنا علي أو اسمهم على اسم سيدنا علي أو من ولاهم وانتماءهم سيدنا علي جمع بقى السلطان سليم شيوخ العلويين عشان يشوف دورهم وما الذي يمكن أن يفعله معهم وعن فوره ومن غير النقاش قامت حاشية الملك طبعا بأوامر منه بتقتيل وتصفية معظم شيوخ الطائفة العلوية الحاضرين بدم بارد لما انتشر الخبر على الفور اجتمع كبار شيوخ حلب السنة أنهم المفروض يعني في خصومة سياسية أو خصومة على الأقل مذهبية مع العلويين حصل الاجتماع ده الشاهد والمهم يعني أنهم خرجوا وأعلانوا السنة شيوخ السنة موقفهم في كلمات واضحة ومؤكدة لن نسمح بإبادة الطائفة العلوية بعد انفاوضات وأخذوا رد قابل الشيوخ السلطان وطلبوا منه أن يقبل شفاعتهم لسكان حلب العلويين ولم يقبل سليم طلبهم كاملا برضو مش عايز يطلع وكانه مرن قبل تسامح فطرح حلا بديلا أن يغادر العلويون حلب إلى جبال الساحل ساحل البحر وإلا في أنه سينهبهم وسينهيهم من الوجود ولن يترك منهم أحدا على وجه الأرض وبالفعل تحت ضغط الموقف وبطش السلطة خرجت موظم الأسر العلوية من حلب تحت حماية إخوانهم السنة الذين ضمنوا لهم الأمان أثناء المغادرة دي رواياتها الشعبية روايات شعبية يمكن أن تقبل الصحة والدقة ويمكن أن تقبل النقاش لكن من حصن الحظ من حظ تاريخي في لحظة استثنائية يعني أنه أهل حلب تعالوا وترفعوا فوق خلافتهم المذهبية وأنقذوا جزء من أهلهم من الدم والبطش والجبروت والموت ودي نقطة يعني مهمة أعتقد حتى لو الزاكرة الشعبية اخترعتها فهي يعني تستحق أنها تصبح حقيقة هنكمل مع العلويون يقول العلويون أنهم منفتحون على كافة العقائد والأفكار والفلسفات الإنسانية وهذا ليس معناه بأي حال من الأحوال أنهم خارجون عن الدين الإسلامي أو أنهم يرفعون الإمام علي كرم الله وجهه إلى مقام النبوة أو الألوهية رغم أنه ربما فعل ذلك بعض المغالين منهم أو بعض العوام منهم أو أي بعض منهم فليس بالضرورة ذلك محسوبا على كليتهم فالعلويون يرون مثلا أن تناسخ الأرواح إحدى أسمى تجليات العدالة الإلهية على الأرض جايز يعتبرون أنه من الظلم أن لا تمنح الروح أكثر من حياة لتفعل ما تشاء قبل أن يحاسبها الله ومع أن الله يعلم مسبقا بطبيعة الحال الأرواح المؤمنة من الكافرة إلا أن حكمته وعدالته تقتضي أن تحظى الروح بالعديد من الحيوات قبل محاسبتها كي لا يكون لها حجة عليه ماشي برأيهم برأيهم أن المستحيل أن تصعد الروح إلى الجنة أو تدخل النار بدون أن تكون قد تناسخت مئات عشرات المرات في الجسد الإنساني جايز هل لديهم أدلة على هذا الطرح من القرآن الكريم؟ نعم يقولون أن لديهم أدلة لكن دعونا أولا نشاهد هذا التقرير أشد أن الله غلي على الأمير الأمنين وأبنواءه المعصومين بالحرق نشأ المذهب العلوي نشأ من رحم الإسلام هي نشأة إسلامية إمامية مذهب جعفر الصادق على سند نبيه رسول الرحمة والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم الحميد ولكن لها بعض الخلافات مع هذه الطائفة الإسنى عشرية في طبيعة الإمام علي وغيبة الشريعة مع غيبة الإمام الغائب الطائفة العالية فرقة من فرق الشيعة والطائف العالية لأن هناك عندها شيء من المعارف والطرق الكلامية الأخبارية الفلسفة المشيائية الفلسفة الحكماء هم يعتبرون تصون طيارين عرفاني يعتبرون أن السنة يعتمدون على النقل والشيعة بشكل عام يعتمدون على العقل هم يعتبرون طيارين سالسة الطريق السالس هو الطريق العرفاني في التشيير وبعض الأفكار مثل أخذت من الغنوصية والأديان القديمة مثل التقمص والتناسخ فإذا التقمص يعني هذا التقمص فيه هناك فلسفة كبيرة يعني التقمص هل هو في المبدأ والمعاد هل يعود الجسم بذاته والنفس بذاتها وأذا عاد بذاته هل هو ذاته في اللحظة والثاني والزمان والمكان فلا يعود لأن الولاية تمثل دائرة كلية فبضم دائرتها النبوة والوصية فإذا الولاية المطلقة لله عز وجل وهناك الولاية لله فإذا أعلى يوالي أهل البيت الذين هم ترجموا السن النبوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وآله قالوا يا علي أنا أقاتل على تنزيله وأنت تقاتل على تأويله وتكونت الفرقة على فكرة أساسية وهي ما يسمى السالوس محمد وعلي وسلمان الحجب أو الحجاب محمد الحاجب بين عالم الملكوت وعالم الشهود وعلي تجلل الله في الأرض أو التجلل الأخير لله في الأرض وسلمان الباب إلى علي ومحمد فالميزة لعلي بن أبي طالب الله عز وجل له إرادة تكوينية فيه والذي كشفها رسول الله اللهم صلي عليه وآله طيبين الطاهرين النصيرية ككل الشيعة يقدسون الإمام علي والإمام من ولده ولكن هم غالون منوئوهم ومخلفوهم يقولون أنهم يؤلهون الإمام علي ولكن هم يقولون بالمسحة الإلهية في الإمام علي بأنه التجلل الأخير لله في الأرض وأن عصمته هي فعل إلهي فيهم وهذه الفرقة اضطهدت عبر التاريخ لم تجد شيء من الراحة إلا في دولة الحمدانيين التي تعتبر دولة العلويين أو النصيريين ولكن بعد ذلك بعد زوال دولة الحمدانيين تحلفت قليلاً مع الأكراد والدولة الإسماعيلية الفاطمية ثم عادوا للحرب معهم ولكن محناتهم الكبرى كانت في عهد الأيوبين والمماليك مما اضطرهم إلى ذلك كامل عن الحياة في جبال الساحلية ووسط سوريا وده عمل شيء من البطنية والسرية في تعامل هذه الفرقة فالسرية هي السرية الفكرية وإذا كان العلمين تمتعون بشيء من الفكر والعمق في الإسلام وهذا العمق وهذا التأويل وهذا الاستفساح في المعاني وفي الكلمات يدل على أن الإسلام يستوعب كل حركات الوجود وهي ديانة أو طائفة غير تبشيرية فمن لم يكن أحد أبويه نصيرياً فمن الصعب قد يصل إلى المستحيل أن يكون علوياً نصيرياً ترى أن القرآن ظاهر وباطل ومع الغيبة أصبحت الشرائع مجرد مكارب أخلاق ليست هناك عبادات ولا أحكام وده اللي خلوهم في العصر الحديث يلحازوا إلى الأنظمة العلمانية هؤلاء الذين يقولون بهذا الأمر أنه من عرف الباطن سقط عنه الظاهر هذا كلام لا يتماشى مع ماهيت أو ما يتمهى مع فكرة الإسلام العلوي العلوي في تركيا نحن مختلفون تماماً عنهم علويين سوريا بشكل عام أقرب إلى العشرية الجحفرية إنما علويين تركيا بيعتبروا نفسهم طائق يعني الفكرة صوفية فلسفية بشكل أكبر في الفترة الأخيرة هناك بعض رجال الدين يتوجهون إلى تركيا إلى المناطق التي تواجهت فيها العلويون أنا بعتبروا بمجرد بعثات تبشيرية أو تذكيرية إنه نحن علويون أخوة ولدينا أشياء مشتركة الواقع السياسي في لبنان للعلويون في لبنان وسوريا وتركيا الواقع لا نحسد عليه وخاصة بعد أحداث التي بدأت في سوريا وضعنا مقلقة لا نستطيع الاستمرار إذا النظام بسوريا راح أغلب عمل العلويين في تركيا هو عمل ثقافي بجانب أنهم ينضموننا دائما للأحزاب المدنية واليسارية ويرشحونا على قوائمهم ومشكلونا كتلة تصويتية مهمة في الانتخابات وكان لهم دور في فوز إمام أغلو بمحافظة إسطنبول نحن نعتبر متمين إلى هذا المجتمع ولكن الظلم والمظلومي التي نشعر بها كانت قبل أن نضطر أن نغير مذاهبنا لنتمكن من الدخول إلى بعض الفئات الوظيفية التي لم يكن مسموح للعلوي أن ينتسب إليها التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد خمسة أصول للدين عند الطائفة العلوية هناك ثلاث شخصيات أيضا تمثل الشخصيات المقدسة عدهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام والإمام علي رضي الله عنه وسلمان الفارسي من الواضح إنهم في تأويلاتهم منفتحون كما يقولون ويؤكدون ومتأثرون بديانات عقائد الشرق الأدنى خاصة فيما يتعلق بالتناسخ ولكنهم دوما متهمون من قبل الآخرين الآخرين بأنهم يفرضون سياجا من السرية على الطقوس طقوسهم عموما غياتنا دوما من مناقشة الأفكار والمذاهب والعقائد أن نبحث عن صيغة للتعايش قبول الآخر دعونا نتذكر هنا المفتي أمين الحسيني المفتي الفلسطيني الذي كتب عام 1936 أن هؤلاء العلويين مسلمون وأنه يجب على عمة المسلمين أن يتعاونوا معهم على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان وأن يتناصروا جميعا ويتضافروا قلبا واحدا في نصرة الدين ويدا واحدة في مصالح الدين لأنهم إخوان في الملة وأن أصولهم في الدين واحد أو واحدة هذا هو الأمر الذي يجب أن نسعى إليه جميعا أن نقبل وأن نتفاهم وأن نتعايش وأن نتعاون تعالوا نشوف ضفنا الأول أهلا بكم إذن إلى ضفنا الكبير الشيخ شادي عبدو مرعي أحد يعني شيوخ الطائفة العلوية وكاتب وباحث مهم في هذا المجال وتلك الدراسات أهلا بك فضلت الشيخ منورنا السؤال الآن فضلت الشيخ شادي هل للإسم دلالته اسم العلويين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بداية عندما نتكلم عن الطائفة الإسلامية العلوية هناك عدة نقاط يجب أن نبرزها بشكل واضح النقطة الأولى أن هي الطائفة إسلامية إثناء عشرية تميزت عن باقي الفرق الإمامية بانتسابها إلى السيد أبي شعيب محمد بن نصير بعد غياب الإمام الحادي عشر العسكري سنة 162 هجري حيث اعتبروه القائم مقام الباب للإمام الثاني عشر المهدي عجر الله فرجه الشريف الباب هو هي ربه علمية دينية معروفة عند أتباع هذا المساب فكيلت التهم على السيد أبي شعيب أخلاقيا وعقائديا هنا ماذا الذي حدث تمسك به فريقه ونفى عنه كل ذلك بعد أن وثقه وتابعه فسمي أنصاره بانتسابهم إلى أبي شعيب نصيرية ومن ثم وصلت الرئاسة الدينية إلى السيد أبي محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني الذي كما يقال أنه أسس طريقة صوفية عرفانية تابعه عليها تلميزه أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي هذه المرحلة التاريخية شك شادي المرحلة التاريخية اللي بيكلم عنها أو توقيت التاريخ سأوضح لك هي غيبة الإمام الحادي عشر عليه السلام هي ميتان وستين هجرية بقي عند غيبة الإمام هنا حدث خلاف بين السيد أبي شعيب وباقي الفرق التي تنتسب إلى الدائرة الكبرى الإمامية من بعد الميتان وستين للميتان وستبعين هجرية غاب السيد أبي شعيب محمد أبو النصري سألت على دور الخلاف الرئاسة الدينية دور الخلاف كما قلنا إلى هي من حيث هي كما قلت لك أن لكل إمام له باب هذا الباب هو ردبة دينية معروفة يعني يمكن أن نقول هنا النائب الأول للإمام من هو كان النائب أو الباب للإمام المعصوم هنا وقع الخلاف نحن قلنا أن النائب أن باب الإمام الحسن العسكري هو السيد محمد أبو النصري هنا كيلة التهم على السيد محمد أبو النصري عقائديا واخلاقيا وهنا يجب أن نقول نحن نتكلن في السنة الميتة وستين هجرية لأن سنة الميتة وستين هجرية سنة مهمة جدا في تاريخ الشيعة أجمعي إسر الأهمية فن فالسيد أبو الشعيد بس للإضاح سنة وستين للشيعة نعم في تاريخنا لأنه هي غيبة الإمام غيبة الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عظيم هذا سنة الميتة وستين هجرية غاب الإمام وصار هناك له باب ونواب الاختلاف بالأشخاص هو الذي أورس الخلافات يعني هو الخلاف في جوهره خلاف سياسي وليس خلاف له طابع عقائدي الخلاف السياسي تعرف عند كل خلاف سياسي تكالو التهم من الطرفين الغطاء الديني بقى أو المذهبي للخلاف السياسي حرك بتقول لي أنه كيلت الاتهامات للإمام محمد بن نصير ما طبيعة هذه الاتهامات وهل كانت اتهامات في العقيدة أم اتهامات خاصة بالشخص نفسه في الجانبين هناك اتهامات أخلاقية وهناك اتهامات عقائدية في الاتهامات الأخلاقية ولكن لو تسمح لي أن نوضح سيرة هذا الرجل السيد محمد بن نصير محمد بن نصير عاصر أربع من الأئمة المعصومين عاصر الإمام محمد الجوال والإمام الهادي والإمام العسكري وقام ببابية وقام ببابية الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وغاب فيه المائتين وسبين هجرة يعني هو في أقل تقدير عنده خمسين سنة من صحبة الأئمة المعصومين نحن عندما نقول الإمام معصوم يعني نحن نحن نؤمن أن لهذا الإمام خصوصيات معينة من هذه الخصوصيات التي في اعتقادنا أنه يعرف البر من الفاجر المؤمن من الكافر كيف يصح أن شخص مثل السيد أبي شعيب عاصر هل هذه المدة الطويلة أربعين أو خمسين سنة من وعندما نقول الباب الباب يعني هو كان لسيقا مجاورا لا كلام يخرج من الإمام إلا عن طريقه هذه النقطة مهمة جدا لا يستطيع أحد أن يدخل إلى الإمام إلا عن طريق هذا الباب بعد أربعين سنة يقال عنه مثلا صاحب أحد الكتاب قال عنه يعني يعني اتهمه بصفات أخلاقية مثلا هو أنه يحلل نكاح الرجال فهذا الكلام يعني يعني يمجه العقل يعني يرفض أي عقل أي عقل يقبل أن يكون صاحبا للإمام وهو بهذه الصفات اللا أخلاقية أما عقائديا فالتهمة ما زلنا ندفع تمنى حتى هذا اليوم وهو ادعائه كما يزعمون التهمة الجاهزة المعلبة التي لم أنت ننتهي بها يعني نحن نقول ميتان وستين نحن هلا في الف واربعمية واثنان واربعين يعني ولقد دائبنا دائبنا منذ نشأته ونحن نرفض هذا الكلام ولكن ماذا تفعل لا أحد يقتنع هل الحجج المقدمة لا تقنع أم أن القلوب مقفلة على اتهامها للعلويين أو النصيريين بهذه التهمة لا تريد أن تتراجع عنها الجواب في سؤالك يا سيدي أنت لقد أجاب القلوب مقفلة لا أحد يريد أن يغير أصور نمطية يا رجل لا أحد يريد لا أحد يريد أن يتغير لا أحد يريد أن يفهم ماذا نفعل أقل لي ماذا أفعل أنا роб لتفعل إذن مقاول كتبت عشرات المقالات في أهم الصحف اللبنانية عن أي شأن أنا كتبت عشرات المقالات في الصحف اللبنانية والمواقع وعلى صفحته على كل هذه المناحي وهذه التهم وهذه الصورة النمطية التي لا تتغير كيف ترد على هذه الصورة نمطية التي تتهم بأنكم تؤلهون الإمام علي كيف يرد رد أهمة هذا المذهب فضلا عن كتابات حضرتك سيدي نحن نقول قولا واحدا في الإمام علي الإمام علي عليه السلام هو أفضل خلق الله بعد رسول الله قولا واحدا هو أفضل خلق الله بعد رسول الله اللهم صلي على محمد هذا قولنا هذا قولنا وقول كل شيخنا وكل علمائنا قالوا هذا القول اجتمعوا في السبعينات وأصدر الثمانون عالما علويا بيانا يشرحون عقيدتهم ولكن لا أحد يريد أن نسمع ماذا نفعل نحن نريد أن نسمع الآن مع عقيدة العلوية نحن نريد أن نسمع الآن نحن نريد أن نسمع الآن فما هي عقيدة العلويين كما يشرحها أحدهم نحن قلت لك نحن 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 طائفة كما قلت لك نحن طائفة إسلامية 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 نحن مشكلتنا هي مشكلة حبنا لشخص أسمه محمد أبو النصير طيب إذا قلت لك إذا أعطيتك معلومة معلومة سوف يعني هي بسيطة جدا إذا بحثنا سويا في المشتركات بين الطائفتين الكريمتين العزيزتين على قلوبنا أخواننا أهل السنة الكرام وأهل الشيعة الكرام لا يتفقون إلا في أمر واحد هي رؤيتهم للنصيرية العلوية يعني شو سبحان الله يعني هم في 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 البديهيات لا يتفقون في البديهيات المسلامات الإسلامية لا يتفقون اتفقوا في سب هذا الرجل وفي زم هذا الرجل وفي كذا وعلى فكرة هذا الرجل يعني هو كان ناقلا يعني الذي يقوم بمقام الباب للإمام هو عبارة ماذا هو ينقل لأدباع الإمام ولمحبي الإمام فتاو الإمام أوامر الإمام أقوال الإمام فلزال لا أعرف أنا ما زنبه هذا الرجل يقال أنه وبنثم العلوية يعني صراحة أنا أتكلم بكل شفافية يقال أنه وبنثم العلوية تأثرت بالمسيحية بالعقائد الهندية نعم تأثرت بالمسيحية وبالهندية في العقائد الهندية يعني في صياغة أفكارها وتصوراتها عن الإله عن التناسخ عن التقمص ومن ثم يعني خرجت بالفكر الشيعي أو الفقر الشيعي وخرجت بالتبع أيضا من السنة والله يا سيدي هذا خلط ومزج وهذا كيل التهم بالمجان يعني نحن يقال هذا الكلام يعني أنا صراحة أربأ بنفسي أن أرد عليه أي كلام هذا يا أخي ما هذه العقيدة الخليط الخليط من الديانات الوسنية والمسيحية وكل الديانات أي دين هذا يا رجل من قال هذا الكلام على أننا نحن في القرى في الـ 2021 نحن في زمن حرية من يمنع أي أنسان أن يجار بعقدته من يعني أين سمعنا أحد أحدا من العلويين قال هذا الكلام فقط هناك نفس الكلام يعاد الكلام يعاد بنفس الأسلوب بنفس الكلام يعني أنا صراحة يعني نحن العلويون لم ننشغل يوما من الأيام بالتكفير الممارس علينا من الطواقف الأخرى لم ننشغل نحن أسألك سؤالا هل التكفير هو اختراع وأبداع أي أنسان يستطيع أن أستطيع أن أتهم إبراهيم عيسى بعشرات آلاف مئات ملايين مليارات التهم هين كتير أين الدليل أين الدليل يقولون عن الدليل من المذهب نحن نسألون عن الدليل ما هو الدليل نحن عايزين نرد على الحجة بالإقناع ليس بس بالنفي اللي هو إذا غاب الدليل لكن البديل العلوية بتقول على التناسخ هل لها مفهوم فيما يخص التقمص ما مدى تشابه أفكار في العلوية مع الديانات الأخرى هل يمكن أن نقول أنها لا تختلف مع الشيعة أصلا في أي من المذهب إلا فيه خلاف شخصي حول محمد بن النصير هل هذا هو الخلاف الوحيد القائم لا أبدا 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 أنا لم أقل هذا الكلام لم أقل هذا الكلام نحن أنا قلت لك أنه نحن هذه الطائفة كهي طائفة إسلامية إسلامية عشرية يعني هي جعفرية يعني هي خلفيتها خلفية إمامية جعفرية الفقه جعفري ولكن نشأ في هذا المذهب نشأ الطريقة عرفانية فنحن لدينا الفقه الجعفري الإمامي ولدينا طريقتنا العرفانية هذه الطريقة العرفانية ماذا يحصل؟ أتمنى منك أستاذ أن تنتمي لهذا الكلام في كل مذهب هناك ثلاثة طبقات في طبقة العوام أو طبقة الناس العاديين الذين يعني لا يعرفون تفاصيل المذهب وهناك الطبقة الوسطى التي هي عندها إلمام بسيط ببعض هذا المذهب وعندك طبقة العلماء الطبقة الخاصة ماذا يحدث؟ يتناولون بعض الأفكار والتقاليد والنصوص التي موجودة بين العام ولا توجد مرجعيات رادعة حاليا ثم ينسبونها إلى العقيدة وهذا الشيء لا يصح ومن أين أكل العلام بهذه الأفكار؟ يعني مثلا نحن عندما نناقش أولا نحن علينا نفهم التاريخ صح نفهم التاريخ صح التاريخ العلويون لم يكن لم يؤسسوا مرجعية دينية لهم إلا من عام 1918 في عام 1918 عينا الشيخ سليمان الأحمد نحن نسميه علامة العلويين عينا رئيسا لمحكمة الاستئناف والتمييز الشرعية في عهد الملك فيصل وهي منزلة تسمى قاضي القضاء تنازل عنها الرجل في عام 1924 يعني بعد ست سنوات في واحد كانون الثاني 1923 انتخب عضوا مراسلا في المجمع العلمي لللغة سأله محمد كرد علي محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي لللغة في ديمشق وكان وزيرا للمعارف في سوريا سأله في كانون الثاني 1925 في عام 1925 سأله ما الفرق بين العلويين والإمامية أي الشيعة أجاب هذا الرجل محمد كرد علي ونشره في خطط الشام يمكنك الرجوع إلى خطط الشام لمحمد كرد علي ماذا يقول يقول أمة توالت عليها النوائب السياسية والاجتماعية والثقافية خمسة أجيال خمسة أجيال فأخملتها أي أخمال وانزوى علماؤها وصلحاؤها وعاث الجهل بين عشائرها فسادا ليس من السهل الكتاب عنها وليس بل هي ضلال التاريخ وقل من جرى في ميدانه ولم يعسر لا فرق بينهم وبين الإمامية إلا بما أوجدته السياسة والبيئة وعادات العشائر التي توارسها سكان بلاد الشام أكثر الناس اختلافا وأقل اختلافا إذ شيخ مذهبهم الخصيبي الذي تكلمنا عنه من رجال الإمامية تقرأ ما له وما عليه في كتب الرجال نحن ماذا نفهم من هذا الكلام أنا سوف نشرح هذه الفتوى هذه الفتوى سئل عنها أحد علماء الشيعة الكرام الشيخ سليمان الظاهر سألوه أهل مصر سألوه ما الفرق بينكم وبين العلويين فأجابهم بجواب الشيخ سليمان الأحمد والشيخ سليمان الأحمد بس سواء بين قوسين هو والد الشاعر الكبير بدوي الجبل وهو بمنزلة جد الشاعر الكبير أدونيس فلذلك وأنا حاليا يعني في صدد أعضاء إعداد أطروحة عنه في الأدب والنقد في الجامعة اليسوعية في لبنان الشيخ سليمان الأحمد ماذا يقول الفرق بين العلويين الشيعمان فهمت من المقولة لحضرتك استنادت إليها أن كأن هذه الأفكار الخاصة بالتناسخ والتقمص وما إلى ذلك من أفكار بتعتبرها أفكار العوام انتشرت بالفعل بين العلويين لكن في الفترة اللي كان فيها غيبة للعلماء والاضطهاد لأشيوخ وللأئمة فانتشرت مثل هذه الأفكار خمسين عاما أو خمسة أجيال كما يقول كرد هل فهمي صحيح؟ لا ليس هذا الكلام هي الأفكار تنتشر نتيجة التأثر بالشعوب نحن كنا هذا التأثر شيء طبيعي ولكن هذه الأفكار خصوصا التناسخ سيد الكريم هي ليست للعلويين هي عقائد قديمة موجودة في كل الطوائف في كل الأديان أنا لا أحب أن أدخل في طوائف أخر أقول لك بكل صدق أن عقيدة التناسخ هي إشكالية علمية إشكالية علمية بكل معنى بكلمة واضحة هي إشكالية علمية معرفية نتمنى أن نلقى طروحة في الجامعات اللبنانية تتناول هذه الإشكالية تحت إدارة مختصين علماء نفس يفصلون في هذه القضية لأن لهؤلاء كمان وجهة نظرهم أنا لا أتوافق معها عظيم طيب يظل يعني أنت بتقول التناسخ ثقافة موجودة في كل الأديان وفي كل الثقافات كيف تظهر في المذهب العلوي هي حالات فردية حالات فردية يقول حالات فردية يعني أنا أحيانا أضحك من هذا الكلام حالات فردية هناك هوس هناك جنون هل نحن علينا أن نقضي حياتنا نبذر بعض الأفعال والظواهر الشازة هل هذه هي رسالة الأديان هل هذه هي رسالة الطوائب نبحث دوما عن الحالات الشازة عظيم ونبحث عن خلفية يا أخي ليست لها خلفية هي حالات جنون موجود ماذا نفعل يعني أرجو أن نفتح صدرك لي أكثر لأنه أنا أنقل لك مفاهيم العوام واتهامات السلافيين وحتى الشيعة ومن ثم فيعني الادعاءات التي أقولها يا محض الدعاءات قابلة للرد من حضرتك وبالعكس نحن من التسع صدرنا للرد يعني للفهم الأكبر لأنه كلام كتير بيقال أيضا على العلويين أنه ما هو مجهول في عقيدتهم وسري في ممارستهم أكثر مما هو معلن ومعروف طيب نحن في 2021 يا رجل أي سر في هذا الوجود يبقى إلى 2021 يعني استصور أنه من الـ 160 هجري للـ 1442 يعني شوها العقيدة يعني شوها عدن أي مجتمع سري يمتد من ترابورس امتدادا إلى عشرات مئات الكيلومترات على الساحل من لبنان الساحل السوري إلى تركيا ملايين الناس يا رجل وعقيدة سرية يعني والله أنا أتمنى أتمنى أن حدا يا أخي اللي لقد ألقينا القبض على علوي ويجوه يستنطقوه أتمنى يا رجل هنا أتمنى أن يستنطقوا بعض العلويين ويقولوا لنا لقد أتينا بعلويين يقولوا كذا وكذا وكذا يعني من يمكنه أن يسافر إلى مثلا إلى أي دولة في العالم ويقول ما يشاء هذا المجتمع الهائل المهول مجتمع سرية وكل أجهزة المخابرات والأعلام تعمل به أنت تعرف ماذا أخصد صحيح طيب السؤال هنا هل في تمايز بين العلويين في المناطق الجغرافية المختلفة أم أن المذهب يحتوي كل الجغرافية التي ينتشر فيها لا طبعا لا توجد جغرافية واحدة لا يوجد شيء اسمه بلوك علوي لا يوجد هذا الكلام لا يوجد هذا الكلام وأنا ضد البلوك أينما وجد أنا مع التعددية لا أجمل لا تحمي الأديان إلا التعددية فلذلك نحن تواجدنا الجغرافي هو خليط مع كل الأديان أصلا الأديان هي تنطح معنا بالعيش أنت أين تجد الإسماعيليين أين تجد الأخوان المسيحيين تجدهم في جوار من العلويين السؤال هنا حول العبادات الخاصة بالمنزب العلوي هل الممارسات هي ذات الممارسات السنية والشيعية فيما يخص الصوم الصلاة يعني فيما يخص الحاج هل أم أن هناك تقوصة خاصة وشعائر يعني تضفيها العلوية على هذه الممارسات والشعائر أنا لن أحتج على سؤالك لأني أعرف أنك تنقل بصدق طعيح ولكن أي تميز في هذا بس أسألك بالله هل هل العبادات بين السنة والشيعة هي واحدة العبادات تكاتت إذا كانت واحدة واحدة تماما تعالوا هل هم متفقون واحدة تماما الصلاة هي الصلاة والصوم والصوم والحق والحق سيدي كريم هم يختلاف إنما الاختلاف في تفاصيل لا تمثل طبعا الصلاة هي الصلاة طبعا الصلاة ونحن كذلك أن هذه ونحن كذلك يعني نحن إذا كان أحد العرفاء أو الصفيين قال قولا أو شطح شطحة فهذا الكلام يلزمه نفسه هو لا يلزم المذهب أما نحن كعبادات فنحن مذهبنا لاحظ نحن مذهبنا خلفيتنا الفقهية هي إمامية جعفرية ولكن ماذا الذي حدث هذا هنا يجب أن نلقي الضوء عليه قليلا نحن الخلفية كما قلت لك هي جعفرية ولكن نحن نعيش في أي كنف في كنف المذهب الحنفي واضح نحن المحاكم التي توجد في سوريا هي محاكم تتبع أي مذهب تتبع المذهب الحنفي العلويون يعني هم يتبعون بكل معاملات وحوالهم الشخصية المحاكم الحنفية نتيجة استدامة هذا الموضوع فصار هناك بول شاسع بين الخلفية الفقهية الجعفرية وبين الممارسات التي هي يجب أن تخضع إلى المذهب الحنفي إلى هذه اللحظة في 2021 لم تتح الفرصة للعلويين أن يعبروا عن أنفسهم بكل شفافيتين وعبروا عن أنفسهم فيما يخص العقائد والعبادات والأفكار قلت لي أن في الكتب اذهبوا إليها إحنا تتلمنا نحن العبادات لا اجتهادة فيها يعني نحن نكون مثل الذي يبحث عن أشياء غير موجودة عظيم إذن نحن كما قلت لك هناك هناك في عنا طريقة صوفية عرفانية طريقة نعم الطريقة الصوفية العرفانية هي التي يجب أن توضح لكل مع لكل المحتجين مثلا مع أنه مع أنه أهم الشهادات والأطرحات أخذت في هذا المذهب في عندك سمحت الدكتور أصد علي أخذ في الستينات من الجامعة في السبعينات أخذ الدكتوراه في الجامعة الاسعية في معرفة الله والمجزون السنجري أدو نيس الشاعر العالمي الكبير علي أحمد سعيد بدأ حياته بنظرية الهوهو بين المجزون والحلاج فهي نظرية عرفانية صوفية أهم المفكرين العالميين هم على تقريبا الموجودين حاليا هم يتبعون هذا المذهب فلذلك هم يكتبون عن العلوين باستمر ولكن هل حدا يقرأ هل هناك من يقرأ هنا السؤال أنا أكتب أنا العبد الفقير لله يعني أنا حاليا في طور في الجامعة الاسعية أحضي إلى دكتوراه عن علامة العلوين الشيخ سليم الأحمد السؤال هل من يقرأ ليس المهم من يكتب هل هناك من يقرأ في هذه الأمة العربية هناك من يعتبض بالطبيعة على الصورة النمطية يعني نحن إذا بحثنا إذا بحثنا إذا بحثنا في كل أنا لن أجهد نفسي بعد اليوم في تبرار أي شيء أنا لست متهما حتى أبذل للآخرين كل طائفة عليها واجب أن تخرج أجمل ما عندها من إنسانية ومحبة أنا لا يهمني عبادة أي شخص حسابنا جميعنا على الله أنا أنا يهمني المنتوج الإنساني الأخير هذا الذي يهمني لا يهمني شخص آمن فردا نشأت فرقة فردا تعال لنفكر سويين نشأت فرقة بعد خمسين سنة وقال بالتناسخ كيف نتعامل معها بالحجة أولا بالقتل آه لما القبول الاختلاف دا والتعدد والتنوع نحن علينا أن نشجع الأخير نشجع نشجع هذا أملنا أن يقبل بعضنا بعضا وأن يحكم بيننا الله سبحانه وتعالى في في الآخرة هذا هو المبتغى والهدف وكل ما نسعى إليه أن نتنور بالاختلاف وأن نقبل أستاذي كريم نحن هذه الشعوب العربية الشعوب لا تستطيع أن تخرج من الصورة النمطية قولا واحدة لا تستطيع يعني أعضي يعني لا تستطيع يعني أي شخص أي شخص إذا كتب كتابا يلاطف فيه الطرف الآخر يلعن ألف لعنة من جماعته صحيح 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 يعني نحن يعني نحن يعني هلا إذا يعني لا نستطيع لا يستطيع أي شخص أن يخرج من عباءة الصور النمطية صور النمطية تغلغلت تعشعشت في عقول الجميع لا هذا يستطيع يعني أنا هنا لماذا أتعب نفسي في شيء لن أحصل عليه لا أنا علي أن أحاول إخراج الجمال الموجود بين العلويين هل هذا مرض بقى لكل البشرية وقد سبقني إلى هذا الموضوع وقد سبقني إلى هذا أستاذ بس لقد سبقني لقد سبقني إلى هذا الموضوع جماعة كبيرة من العلماء يعني عندما نتكلم عن أدونيس أدونيس من هو شخصية غير معروفة عندما نتكلم عن بدوي الجبل لن نتكلم عن شخصية غير معروفة أما نتكلم عن المرحوم حامد حسن ولا عن سماحة الدكتور أصد علي الدكتور أصد علي حاليا هو رئيس الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية الرجل عنده فوق 180 مؤلف هل أحد يقرأ له طبعا هنا السؤال بالعكس هذا الرجل عنده من الأدباع ما يعني أتمنى من القراء بلاش من الأدباع لكن دعني إلى سؤال أخير نحن 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 والله سؤالي الأخير هو هل هذا كله بس أنا كان عندي كلمة نحن والله نبذل قصارة قصارة جهدنا فضل نحن والله نبذل قصارة جهدنا حتى نكون رسائل حب لكل الطواف أنا لا لا أملك إلا الحب ولا أريد أن أن أتسبب بأي مشكلة أي مشكلة عقائدية أو خلافية مع أي طرف آخر أنا يوجد لدينا عتم على الأخين الكبيرين السن والشعين ارحمونا يرحمكم الله سؤالي الأخير هل هذا السبب المذب العلو العلوي ليس تبشيريا ليس دعويا ليس مغرما ولا منوطا بمهامه أن يدعو الآخرين إلى العلوية سيدي كريم إذا أردت أن تصبح علوية نحن أبوابنا مفتوحة المشكلة نحن ما زلنا لا نقنق لا نستطيع أن ندفع تهمة من الميتا وستين هجرية نحن لا نستطيع بعد ألف ومئة سنة أن ندفع تهمة لا نستطيع كيف تريدنا أن نفتح باب الدعوة أنا في لبنان أريد بس أن نقول هذه الكلمة أنا نحن في لبنان لبنان بلد الحريات بلد الديمقراطيات أنا كتبت في جريدة النهار مقالة بعنوان لبنان جمهورية خالية من العلويين أنا لا أستطيع التصوّع أنا لا أستطيع في لبنانها أنا لبنان المتقدم عن كل بلدان المشرق لا أستطيع أن أعبر عن آرائي أنا أشعب بنوع من الإرهاب الفكري في هذه الدولة كيف تريد بني أن أفتح باب الدعوة أنا لا أريد أن تفع أن يرات تكوني بالعكس أنا أريد أن تستغرق في السفاة عن هذه الصورة النمطية الشائهة والمشوهة التي تلاحق المذب العلوي فكان الله في عونكم نحن إن شاء الله بمعونة الصادقين والأعلام الشريف والنزيل نتمنى أن تفتح لنا أبواب الحب نحن لا نريد أن نفتح لنا أبواب الحب أما أبواب التكفير فليس لنا شأنهم بها أشكرك جدا شيخنا شادي عبدو مرعي أحد يعني الشيوخ الطائفة العلوية أهلا بك دائما شكركم إلى الفيديوهات إذن هيا بنا إلى نظرة سريعة وربما متعجلة في مجمل الاتهامات التي يرددها السلفيون عن العلويين أو الموقف السلفي من العلويين تعالوا ننقي تلك النظرة ونستمع إلى تلك الاتهامات منهم أكثريتهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإحنا ليه تشهد الشهادتين ونقول مسلم إذن كل من تشهد الشهادتين من العلويين نعتبر مسلم وطبعا شيء لأنه ليقول علي الله تجعل له أبو بكر وعمر أفضل علي ما يقبلها فأقل لن يكون بعد النبي المهم يتشهدون الشهادتين هؤلاء مسلمون وبعضهم ما يتشهد الشهادتين بعضهم يعتقدون بأن الله تجسد في علي والعياذ بالله وترحمون على ابن ملجم أنه رجع الله المكان قتل إلى الحد هذا كافر كل من قل لها عليا أو اعتبره شريكا لله عز وجل هذا نعتبره كافر أو بدأنا بالسلفية الشعية الأول كمان المنطق واضح يعني أنه كل مذهب مقرر أنه يبقى مع سقوك التكفير والإيمان للمذاهب الأخرى أو حتى المذاهب التي ربما تكون متفرعة منه أو منسوبة إلي عظيم يعني خلينا نقول أنه في قاعدة واضحة هي أنه تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا أمر يصل بصاحبيه إلى الكفر أظن دي موضوع منتهي هل تعتقد أن العلويين يقولون إحنا سمعنا من العلويين هل أحد يسمع من العلويين تأليها لعلي أو تبجيلا لابن ملجم عموما اللي يقول تأليه أو تبجيل خلاص انتهى إلى مناط الشيخ الشيعي وهو بيكفر وأظن ده إجماعة ما بين السنة والشيعة لكن يبقى في الوضع العام يعني إحنا قصاد طول الوقت طايفة محل انتقاد ومحل حكم عليها طيب سمعنا من الشيعة تعالوا نسمع من السنة المصيريين نسبة إلى محمد بن صير المتوفى سنة 270 هجرية هذا رجل كان يقول بألوهية علي ويقول بالتناسخ يعني أرواح الصالحين حلت في النجوم وأرواح الأشرار حلت في البهائم وكان يقول لا ثواب ولا عقاب وإنما الفناء بالموت والثواب والعقاب في الدنيا وكان يقول بجواز اللواط وجواز أن يتزوج الرجل ابنته وأن يفجر بقريباته إلى غير ذلك وعندما أتى الإسعمار الفرنسي الإجرام الصليبي واحتل بلاد الشام في سنة 1920 وجدوا أن الطائفة المصيرية دي طائفة كويسة أوي فيها خير يجي منها قال لك دي هتبقى معاونة لنا وما شاء الله بركاتها كبيرة جدا للصالبيين الفرنسيين ولكن المشكلة إن اسمها المصيرية فقال لك إني سميها لإيه؟ العلوية نسبة لمن؟ لعلم يطالب عشان يضحكوا على الناس طبعا لما تسمع الكلام ده من فضيلة الشيخ الدكتور فولو أنت قاعد أصادفهم حضرة أو بتطرق عليها على فيديو ستصدقه فورا وتعتبر ما يقوله هو الحقيقة بعينها وبأنفها وبفمها وبلحياتها والموضوع خلص فهيبقى على طول عندك هذا الموقف العدائي الرافض للأفكار الغريبة العجيبة اللي بتسمعها دي فعلا ما أنت مش مفروض الأفكار اللي بتتقال دي هتسقف لها ولا هتسعد بيها ولا هتقوله ما له أحرار الناس لا إطلاقا لابد من استنفار ضد أفكار يعني مختلة إلى هذا النوع إذن ده المطلوب التشهير والتشويه أنت بقى وانت بتسمع هذا الكلام هل فكرت أن تعرف من المصادر نفسها هل فكرت أن تعرف من أصحاب المذهب نفسه طبعا سهل إنه يقولك على طول ده تقية ودي أسرار لكن أنت مش مسؤول إطلاقا كمواطن يعني على إدراك ما في القلوب أنت مسؤول على اللي بيقولوه بس لأنه اللي في الباطن ده بتاع ربنا فهل هم بيقولوا هذا الكلام الخرف ده السؤال وده الرغبة في المعرفة إنما على طول في التقية وبعاين كمان الصليبيين جوهم الشام 1920 1920 استعمار إنجليزي فرنساوي استعمار غربي لكن هو هنا 1920 من سميل الصليبي اللي لسه بيكلم عن الحروب الصليبية عموما المعرفة باب كبير من أبواب النور فإن أغلقت معرفتك على سبيل المثال لهم نظرة عامة ومنهج في التعامل مع الأقليات ما هي حدوده أو مفرداته أو معالمه بعد التحية طبعا هو مش السلفين بس يعني بين قوسين كل الجماعات حتى بيبقى فيها الإخوان المسلمين لهم نظرة متخلفة عن انت بتعتبرش جماعات اللي قالوا المسلمين سلفية لا هي سهية من ضمن الإطار برضو السلف الأصول يعني حسب التأسيمة بقى اللي هي معمولة إخوان أو جماعات مسلحة أو سلفيين سلفية جهدية تطلع منها تأسيمة الجغرافية دي فممكن نحط بين قوسين كل الجماعات إن عليها نظرة واحدة أو موحدة في النظر للأقليات والمفهوم الآخر إلا الإخوان هي عملت خطابين مزدوجين خطاب بعد الجلساء الجلسات مع طبعا الغرب فعملوا بعض الكتب عن الأقليات مختلفة شوية فالنظرة طبعا هي نظرة عدم إيمان بالأقليات الاستفادة بوجود بعض الأقليات لإصارة الصراع هذا الصراع يعتبر فرصة غير مسبوقة لطرح رؤية معينة واستخدامها في الصراع داخل المنطقة وده اللي حسب بعد الثورة السورية يعني استخدام الطيفة العلوية أو في العراق كمان استخدام الطيفة الشعية أو الحجد الشعبي في إصارة أو في التجنيد أو في الاستقطاب أو في المواجهات الدامية يعني استخدام هذا الموضوع كفرصة غير مسبوقة وده اللي يتكلم عنه حتى وسبب اللادن في أحد خطاباته لما تكلم عن أن الشيع وجود الشيع وحقوق العراق هو فرصة غير مسبوقة لتنظيم القاعدة داخل العراق لإسكاء الخلاف لإسكاء على وجودهم على وجودهم زيادة العداء طبعا فهو العلوين بيأتوا في هذا الإطار وإحنا لما نشوف حتى نتبع الثورة السورية اللي حدست هنلاقي أنه في البداية كانت الثورة رفع شعارات محادة حتى حطوا واحد اسم صالح العلي لواحد من رموز العلوين ورفعوا الشعارات بتاعته لكن بعد كده انحنت الطيارات دي بلا ده هو العلوين هم من يحكموا سوريا هذه الطائفة استحضروا الحاجات الأصلية لابن تيمية ومحمد الغزالي القديم في كتابه عن الباطنية وبدأوا يصدروا الصورة أن الطائفة العلوية هي طائفة مرتدة كافرة لا يقبل توبتها ولا تجوز ولا تدفن في مدافن المسلمين حسب فتاة وابن تيمية والغزالي ومن هنا بدأت المواجهات تأخذ هذا المنحنى أن احنا أهل السنة في مواجهة طائفة مرتدة طائفة مصيرية العلوية يعني السياسة عملت جنايتين على الطوايف والمذاهب والاختلاف فكرة الجناية الأولى جناية التاريخية الصراع السياسي في الفترات الأولى ثم كمان مع ما سمي بالربيع العربي وأزمة الصورة السورية وإزاي أن السياسة حولت من أمة واحدة في توحد لمواجهة استبداد إلى أنه خلاص الإسلاميين قطفوا الحكاية سواء في التاريخ مع ابن تيمية لأن فتاة ابن تيمية خلي بالك فتاة سياسية في المقام الأول يعني هو اعتبر في الفترة دي أن الطيفة العلوية سلمت للصليبيين بعض المناطق في الشام وأنهم سهموا في ذلك وفي قرائه ومن ثم أصدر هذه الفتاة كان دايما فتاة ابن تيمية فتاة المنهزم طوال الوقت يعني هو دايما عايش عاملية انهزام منذ نشيته في سوريا برضو إلى لغاية ما أصدر مجموعة الفتاة بتاعته ومعاصرة أيضا في الثورة السورية برضو استخدم العلويون أو الطيفة النصيرية في فتاة كثيرة جدا لا يخلو إصدار لداعش أو لا يخلو إصدار كان لجابهة النصرة في بداية الثورة أبدا من عدم ذكر أن الجيش السوري هذا جيش علوي وجيش مرتد ولا يقبل توباتهم أبدا وإحنا عارفين حتى في الفقه اللي هما بيستندوا لي دايما بيفرقوا بين الكافر الأصلي والمرتد الكافر الأصلي ممكن أنه يعود ويدخل في الإسلام فيقبلوه أما المرتد وخاصة الطائفة المصرية والعلوية والدروس وغيرها لا تقبل توباتهم حتى لو استتابوا يعني حتى لو بزروا جهد حتى لو بزروا جهد فذا كان شيء شيء غريب جدا وإذلك داعش لا تقبل توباتهم كان فيه إصدار لابو عمر الشيشاني وهو قابل خمسة من العلويين وبعدين بيسالهم عن الصلاة وابو عمر الشيشاني كان وزير دفاع داعش فترة من الفترات فبيسالهم عن الصلاة فهو حصل لجلاجة في الأجوبة صلاة العصر كان مركعة واحد يقول له ثلاثة واحد يقول له أربعة اترك واحد منهم والبقين كلهم ده بحهم في الإصدار وكان إصدار غريب جدا هو بيعتبروا أن هذه الطائفة طائفة جاهلة بالدين طائفة خارجة عن الدين طائفة بتحارب الإسلام من داخل الإسلام دي شيء غريب جدا لا يعتبروها أنها نتاج عصور الإسلامية الأولى والتفرقة في الأمور العقدية اللي حدثت والخلاف ما بعد سيدنا عمر وفترة سيدنا عصمان طيب السؤال هنا وماذا يقول العلويون عن أنفسهم حتى يأخذ الإسلاميون أو السلفيون أو حتى الشيعة ما أخذهم عليهم تصدق أن في كل الدراسات اللي تكلمت عن العلويين العلويين ليس لهم دراسات تكلموا فيها عن نفسهم اللي نادر جدا جدا يعني كل الدراسات اللي خرجت عن العلويين من المستشرقين في القرن التاسع عشر لأنهم هم أصلا لا يظهروا العقيدة بتاعتهم طريقة العبادة وطريقة التعليم اللي بياخدوها منزل طفولة في الطائفة العلوية وبيخفوا هذه المسألة كلها هل بيخفوا ولا هذا ما هو حقيقي وإحنا المصرين على أنهم بيخفوا يعني برضو يعني فكرة سرية العقيدة وبطنية العقيدة ده محض اتهام لأنه في الآخر العقيدة نفسها بتقول أنا واضحة جدا أنا عقيدة شيعية أنا همامية نعم نحن مختلفين في حاجات ما لديش علاقة بالعقيدة أصلا صلاتنا صلاتكم أو صلاتنا واحدة وقرآننا واحد يعني فيه المشكلة اللي هن لما بنرجع الأصول الأساسية للطائفة العلوية تلاقي أنهما معروفة يعني معروفة مثلا يعني رؤيتهم للإله أن الإله ليس شخصاني هذا الإله الكون تجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى هذا كلام قاله صوفية صوفية طول الوقت طول الوقت ومحي بن عربي له وفده كتير ده صحيح حتى فكرة الحلولية والحياة ده صحيح يعني هتلاقي فيه تقاطعات وتوافقات تلاقيهم مثلا في موضوع الصلاة موضوع الجهاد يشوفونه دفاعا الإسلام ممكن استخدم الجد الدفاع موضوع الحجاب المرأة طب ويه الغلط في أن الجهاد مفيش يعني مش بتكلم أنه غلط بتكلم أنه لا لا نقصد غلط عند يعني ما يغالطون به العلوي يعني لو واحد وجهة نظره ما يغالطه به العلوي أنه الجهاد دفاعي أه وجهة نظر وجهة نظر وجهة نظر هما كل النقد اللي هو توجه من جميع الفرق للطيفة العلوية هو في مسألة الحلول يعني الحلول ونسخ الأرواح حلول الله سبحانه وتعالى في آدم واعتبار أن علي وفق بادر أنه الله وأنه حل في محمد ومحمد حل في سلمان البريسية هذه المسألة كلها الحلول والنسخ والفرق بين النسخ والرسخ والفرق بين مشاعف النسخ برضو ده كلام بيتقالن العلويون بيقولوه بس العلويين بقولوا إحنا ما بنقولهوش أنتوا بجوهوا كلامكم من ثقافة العوام ومن الغرافات نعم ده صحيح متأولوا علينا ما لم نقوله فإحنا لكن مصررين أنهما لا أنتوا بتقولوا كده ما هو ما لهمش أصول معرفية واحدة تستطيع أن تستند إليها كل ما صادر صادر عن غيرهم لكن كأصول معرفية واحدة معروفة منهم من همش كتاب محدد تقدر تستند إليه على الأموم هو في النهاية هذه الطائفة العلوية ظلمت تاريخيا أيضا فهي ظلمت تاريخيا وتجنت على نفسها في ذات الوقت أيضا تاريخيا بمعنى ظلمت تاريخيا ظلمت تاريخيا أنها ظلمت من التواقف الأخرى وظلمت في أنها عدم معرفة التواقف الأخرى بيكون العلوم اللي عندها أو العلوم اللي استندت dedicate أو الsawول المعرفية للأصول العقائدية اللي استندت لي داعشان نحاكمهم ولا عشان مش عشان نحكيمها عشان نعرفهم عشان نعرفهم اه عشان نعرفهم لكن يعني المفروض أننا نعرفهم بما يقولونه عن أنفسهم عنا أنفسهم ماذا صحيح وعقائدهم إزا كان فيه عقائد داخلية بوطنية يعني منهم يعني لربنا سبحان他們 لا صحيح احنا لينا اللي بيقولوا ظلمهم لنفسهم استخدامهم السياسي يعني انت في اقوال ابن تيمية عنهم يعني الفتوى بتاعته فتوى سياسية وهتلاقي مثلا اتاتورك مثلا له علاقات بهم على المستوى السياسي استخدامهم السياسي ده خلق اعداءهم او منافسيهم يحكموا عليهم به صحيح بس في نفس الوقت بتلاقي الطائفة العلوية او العلويون يعني عائلة الاسد وهي بتحكم سوريا والقيادات العلوية اللي في الجيش السوري موجودين منذ نصف قرنة واكثر ومقبولين وفي الشعب السوري والمسألة يعني لم تكن لفيه الضغاء حتى المشكلة معهم مشكلة سياسية للاستبداد ومشكلة العقيدة امتى هل الاسلاميين هم اللي صنعوا مشكلة العقيدة الاسلاميين ساهموا بكل براعة في هذه المسألة منذ نشأة الاخوان المسلمين يعني هم استخدامهم لمسائل العقادية البسيطة وطرحهم لمسائل عف عليها الزمن يعني انت بتتكلم في مسائل غريبة من القرن السالس والرابع والهجري وتلاقيه طرح مسائل غريبة جدا يعني مسألة الخلافة مسألة الامامية مسألة الصراع القديم مسألة العزر بالجهل مسألة قتال الطائفة الممتنية عن الشريعة واعتبار ان هذه الطائفة هذه الطائفة لا بد من قتالها وقتال ابو بكر لمانع الزكاة وتشبيع كل هذه المسألة طرحها الاسلاميين كانت مسائل مستجدة يعني فرقت المسلمين ونبتج مع المسلمين بمعنى ان مسألة المواطنة عند الطائر الاسلام السياسي غاية في الخطورة هو لا يعترف بالمواطنة اصلا والمواطنة هي شيء جامع لما تطرح انت المواطنة وتؤمن بها في شيء جامع لكل الثقافات لكل الهويات لكل الطائف لكل الاقليات هو ما بيعملش ده ما بيقومنش بالمواطنة هو بيقومن بحاجة تانية خالص اسلاموية طيب في الحالة دي ده بيفرق ده بيخليني ارفع ريات اخرى للحرب ومن ثم اول ملايئة اقلية قدامي او طايفة او ما زال مختلف معايا استخدمه على طول في التفتيت والتمزيق ده على التمزيق شوف في لبنان بيعمله ايه شوف في مصر بيستخدم المساحين ازاي دايما حتى حتى كوسائل ضغط يعني المسألة كمان مش مسألة فقهية هو بيستخدمها كوسائل ضغط على الحكومات انها اضغط على اقلية عشان الحكومة تتنازل لها على شيء مكاسب ومصالح باستخدام هذه الاقليات ده بيعملوا على طول طوال الوقت وحسن البنة وتعاليمه اللي هي اللي هي اللي لازم نرجع اصلا انت مترجعش الكتب اللي هم عدلوها فعل حسن البنة هم عدلوا كتب حسن البنة طباحها في السبعينات طبعات منقحة وشال حاجات معينة على اساس يطرح خطاب مزدوى جديد خطاب تاني لكن يرجع للنزير جريدة النزير وشوف اللي اجاب تصدر عني خلو سلم طبعا وشوف كتبات حسن البنة الحقيقي اللي ترى وجه حسن البنة التكفيري الحقيقي اللي كان يتكلم ووجهة نظرهم للأقليات كانت تحمل نفس افقار داعش نفس افقار داعش حاليا ونفس افقار داعش ما جابتش شيء جديد يعني داعش خرجت من بوتقة الوهابية والاخوانية يعني هي واحدة وهذه بوتقة واحدة خرجوا منها اقتبسوا هذه التعليمات وطلعوا بها ولذلك داعش مش شايفة نفسها شايفة نفسها ان انا الممثل الحصري والوحيد للاصولية والوهابية والكل ومش انتوا مش انتوا صح اقل اقرب للحق وهذه هي الحقيقة وهذه هي الحقيقة التي يؤمنون بها يؤمنون بها يعني ابو مصعب الزرقاول لما بلادن بيكلموا على عدم قتل الشيعة قالوا لا قالوا لا هو دا الاسلام هو دا الاسلام ناقتل الناس دول مرتدين اصلية لما بشوف الطايفة العلوية وهي موجودة في الحكم في سوريا وبلايها موجودة في المعارضة او في بلاد اخرى ليست في سدة الحكم وانما ربما اقلية موضع ملاحقة فكرية زي تركيا زي تركيا بلاي تباييونات في المسالك وفي الافكار ولا هي واحدة برغم تغير السياسي من موقع الحاكم الى موقع المحكوم المضطهد لا كأصول عقدية وحيدة لكن المسألة هنا في التعاطي مع الوضعية السياسية المو فيها تركيا هتلاقيهم على فترات من الزمن وجدوا في عصرة ترك حرية في الدولة العلمانية دي وجدوا حرية في دولة اردوغان لا ده النهاردة فرض عليهم التعليم السنية للزامي والحصص الدينية اللي تلقوها هم شايفين ان ده ده انت متفرضش علي وجهة نظر محددة في العقيدة ورفضين هذا الكلام وللاسف هناك اضطهاد بشكل ما داخل تركيا في المغرب بعض العلويين يجدوا حرية ما في سوريا هم في سدة الحكم يتهموا من قبل الاخرين ان كنت مستبدين استبداد سياسي استبداد سياسي مش عقيدة مع السنة بيتعبر يعني مش اجبر على عقيدة ولذلك حتى الفتاوة تلاقي مختلفة فتاوة السيد موسى الصدري مثلا في لبنان على الطايفة سياري عندهم عليهم هم مسلمون فتاوة الآزر في السابينات مسلمون طائفة من طوايف الشيعة مسلمين لكن تلاقي واحد ازاي الشيخ عاطية اص oak وبينتيمية فهي هنا بفتوى ابن تيمية الأصير يرجعوا الفتوى ابن تيمية الأصير هو مستندين لفتوى ابن تيمية الوحيدة يعني الفتوى الوحيدة لفتوى ابن تيمية مستند لها ثم كلام أبو حمد الغزان عن البطنية عن البطنية عمومة وعتبروا ان هذه من الفرق البطنية التي تزر غير ما تبطنها إمتى أن يوصل لدرجة من طراجات التعايش بين المزاهب وبين الأقليات وإنه مفيش هذه الرغبة في الوصاية والاحتكار والإجبار تتصدق أننا لو قلت لك مش هنوصل مش هنوصل لي بقى لأنك أنت عندك وصول معرفية أصدق والسبتائس يعني أزعل أصدق والسبتائس يعني أزعل أصدق وصول معرفية تراثية حقيقية قديمة موجودة غير صحيحة بالمرة كتابة تاريخية كتب بها التاريخ بها قدر كبير من التضييل والتزييف والتزوير طول الوقت في التاريخ الإسلامي موجودة أنت لن تستطيع القضاء على هذا أنت هل تتعامل معاه بشكل أنك أنت تقتبس منه الصحيح وتترق الخطأ هذه التنظيمات لن تأخذ بكلامك ولا بقولك مطلقا وتعتبره أنت براحتك لكن أنا هيقود برضو بالكلام ده طيب أنت هتنسف هل هتنسف هذا تماما هذا مستحيل وهذا صعب أن أمة تنسف كل التراث بسيء وبحسن وبإيجابياته طيب ماذا نفعل لا حل مطلقا إلا يعني أنا بوجهة نظري أن أقرب الحلول للصحة هو تبني الدول لمذهبية دينية أو لاتجاه ديني وسطي حقيقي معاصر في عصرانية وطرحه على الأمة للاستفتاء وقبول وده صعب ده صعب أقول الأسهل أدين لله والوطن الجميع خليه أسأل عن ما المطلوب من الطائفة العلوية لتبديد كل هذه الاتهامات أو على الأقل لإعلاء قيمة التعايش أعظم من قيمة أو من فكرة الاختلاف التطاحوني والتصارعي ده هل مطلوب منهم يعبروا عن أنفسهم أكتر هيقولك دولة تبشريين ودعاء هل مطلوب منهم أنهم يدفعوا عن نفسهم يبقى كده بتحولهم طول الوقت يعني ناس موضع اتهام ومجبورين كل يوم يطلعوا صححوا كلام من اللي بيتقال فيزداد الكلام اللي بيتقال انتفاخا وأهمية بل مطلوب منهم إشكالية عند العلوية إن هما أولا ما عندهمش عاملة التبشير يعني ما بيعلنش عن ما عندوش عاملة الدعوة إلى الله والتعوى إنه متشر وتبدد ما بيقبلش حد من الطواف الأخرى يدخل فيه طيب ما ده كويس ما ده يأمننك من أي مشكلة لو أنت عندك مشكلة معهم وما محدودة في دائرة وما لكش داعهم ماشي بس هو هنا في الحالة دي مخلي الطواف الأخرى عندها هريبة منهم عنده عدم معرفة بعقدتهم وبيتأين الكلام ده كله فمخلي الطواف الأخرى لما توصل الطواف العلوية للحكم بيتخوفوا أكتر فده ده السبب فلابد على الطواف المصيرية العلوية إن هي تعلن أكتر يعني عدم القلق تبدد هذا القلق الموجود فين من أنتم يعني مين انتم الطواف العلوية مين إيه تعلمكم إيه إيه عقدتكم إيه الكلام ده كله لكن في المشترك الإنساني الواحد في الحقيقة في الأمم المتقدمة ده لا يوصل المشكلة طبعا ولا لأي دعوة لا يوصل يا مشكلة ما تقول ما تقولش ما تعمل أنا مالي لكن احنا في الشرق عندنا هي ده المشكلة عندنا واتهامات بقى أنه أنت الطواف العلوية وغدة من الديانات الشرقية وغدة من التناسخ التناسخ الأرواح ومن الحلول ومن الكلام ده مدي نوع من الريبة والخوف لدى العوام ولدى المسلمين الأقل إدراكاً والأقل ثقافةً ورعب من هذه الطريقة يعني احنا يبدو نحن نبقى أسرى العوام في كل وقت العوام من كل الأطراف العوام من كل مذاهب طبعاً أشكرك جداً أستاذ ماهر فرغالي أشكرك للغاية شكراً جزيلاً إلى الخلاصة 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 أن المذاهب والعقائد والأفكار مرمغت بالسياسة الكارثة الكبرى التي حدثت في الإنسانية كلها وفي وطننا العربي وفي إسلامنا الحالي والقديم عبر تاريخه كله حين مرمغت الأفكار الدينية بالسياسة استخدمت دينه للسياسة واستخدمت دينه مطية للسياسة واستخدم الاختلاف في المذهب أو في الأفكار الدينية في السياسة فلم يصبح ساعتها الاختلاف يعني مبرراً أو قابلاً لأن يكون قبولاً بالتنوع وبالتعدد وبالغنى وبالصراء النفسي والإنساني بل صار هذا الاختلاف باباً للصراع لأنه أحمي بنار السياسة واستغل بالسياسة فما كان بين الناس من أراء ومتناقضة أو مختلفة أو مغايرة أصبح بالسياسة باباً للجحيم ما هو المطلوب وما هو المفروض المطلوب والمفروض أن ننزع الأفكار الدينية من السياسة ومن استغدام السياسة لها فيظل ما بيننا خلاف واختلاف مقبول مشروع وتعايش فيه وقبول حسن